الملتقى العربي للشعر الحديث عامر بوترعى في دورته الثالث عشر انطلق هذه السنة تحت شعار من الخليل إلى سيدي بوزيد ملتقى بعد أن كان مغاربيا أصبح عربيا وشعارائه قدموا من عدد من البلدان العربية المختلفة هي تظاهرة في دورته الثالث عشر وتحمل اسم الشعر الكبير ابن هاته الربوع شعر عامر بوترعى رحمه الله هذه الدورة التي وضعنا هذه السنة تحت عمحة الشعر والحرية في الشعر العربي استضفنا إليها عديد الشعراء العرب من فلسطين من العراق من اليمن من الجزائر من ليبيا إضافة لبعض الأسباب بعض الهامات الثقافية في بلادي كان المهرجان في دورته المغاربية حاولنا بالطبع أن نخلق الحدث الثقافيات الولاية التي نؤمن فيها بأن الفعل الثقافي هو الوحيد القادر فعلا على أن يحرك الهمم وفعل الثقافي هو الوحيد القادر فعلا كذلك بأن يجعل من هذه الولاية ولاية طورية بيتم معنى الكلمة فالثقافة في قناعتنا يمكن أن تلعب هذا الدور متى آمن أبناء الجهة بأن القطاع الثقافي هو شأن مشترك بين الجميع الأمسيات الشعرية هي أبرز فقرات الملتقى ويؤثثها عدد من الشعراء العرب مرة اللي فاتت طرحنا مجموعة من القصائد وكان أهم شيء تكلمنا فيها عن شعر الحرية في اليمن وكانت قدمت فيها دراسة عن الشعر اليمني الكبير عبدالله البردوني وأخذت برضه شعر يمني شاب لسا في بداية حياته هو الشعر ريحي الحمادي فاتكلمنا عن تقربة الشعر الحرية في اليمن وقدمت فيها مداخلة المرة دي ما بقدمش أنا مداخلة شعر آخرين بيقدموا مداخلات أنا بقدم قصائد اليوم بعضها عطفية وغدا بإذن الله بأتكلم عن قصيدة إلى وطني اسمها لك الله يا وطني بسبب المشاكل اللي تعرض عليها وطني اللي هي اليمن يعني ما تعرض له من حروب من القاعدة وقموا التفقيرات وقتل الأبرياء بدون دم ما يتعرض عليه من بعض العناصر التي تعمل على هزو استقرار اليمن والقضاء على الوحدة اليمنية بالنسبة إلى هذه اللحظات الافتتاحية القاعة متوسط الحجم الحضور عادي وطبعا ليس الحضور المأمول الذي كنا نأمل به في ممضا من السنوات ولكنه الحضور الذي أصبحنا نشاهده في جميع متقية البلاد الحقيقة معناها مع ما أقره من أن هناك صعوبات وهناك أشياء أيضا ثم إشكال أكبر النقد أصبح يوجه إلى هذه الجهاز السغيرة فقط الملتقى يتواصل ليومين ليختتم بتوزيع الجوائز وتكريم الشاعر التونسي الدكتور نوردين ساموت تكريم الشاعر التونسي الدكتور نوردين ساموت نوردين ساموت